القدس هنا هو جبريل عند جماهير أهل العلم وقد جاء بيان ذلك في القرآن وفي السنة مثلا في القرآن قال الله تعالى قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق لما بين يديه جبريل نزل بالقرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الآية الأخرى في سورة النحل قل نزله روح القدس من ربك بالحق أي القرآن فالذي نزل بالقرآن جاء في آية باسمه جبريل وجاء في آية بوصفه أو لقبه له روح القدس وكذلك وصف بأنه الروح الأمين كما جاء في سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين كذلك في السنة بيّنت السنة أن مجموع الأحاديث يدل على أن روح القدس هو جبريل لأن سيدنا حسان رضي الله عنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره وكان يهجو المشركين فجاءت الأحاديث المختلفة جاء بعضها إن روح القدس ما زال يؤيدك حديث عائشة في الصحيحين إن روح القدس ما زال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله يعني مدة منافحتك ومدافعتك عن الله ورسوله في وجه العدو وفي وجه المشركين فروح القدس معك وفي الرواية الأخرى وجبريل معك إذن جبريل هو من روح قدس ومن ما ورد في الصحيح أيضا من الطريف أن كان حسان ينشد الشعر في المسجد في زمن عمر رضي الله عنه فمر به عمر فلحظ إليه يعني نظر إليه نظرة غضبة نظرة غضبان فقال له حسان مستقويا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في عهد عمر هذا لكن قال قد كنت أنشد فيه أي في المسجد وفيه من هو خير منك أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم يعني طلب شهادة أبي هريرة وكان أبو هريرة جالسا وهو من أحفظ الصحابة للأحاديث قال يعني أنشدك الله أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهجهم وجبريل معك أو روح القدس معك قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فجبريل هو روح القدس يعني بعض المفسرين هناك قول ضعيف يقول إن روح القدس هو الإنجيل وقد ضعف العلماء منهم ابن جرير الطبري ضعف هذا القول لأنه يعني ذكر روح القدس إذا قلنا أن روح القدس هو يعني الإنجيل فيكون هناك تكرار لأن الإنجيل ذكر في السياء فيكون هناك تكرار لا داعية له وهذا قاله ابن جرير وثم نقله عنه غيره أيضا وجماهير المفسرين كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه أن روح القدس هو جبريل